خطوات جديدة تعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحضير لجامعة مرتبطة رقمياً خاصة وأن سنة 2024 ستكون سنة التحضير للتوجه نحو جامعة جسائرية من الجيل الرابع تواكب متطلبة المجتمع ورهاناته وكل ما يتعلق بالجسائر الجديدة جامعة متكاملة في مجال التعليم، البحث العلمي، الابتكار والمقاولتية جامعة متفتحة على البرامج الدولية تواكب متطلبات المجتمع، رهاناته الاقتصادية، الثقافية وكل ما له علاقة مع الجزائر الجديدة تنفيذاً للالتزام الـ 41 للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ويحرص القطاع على المرافقة الدائمة للطلبة للوصول إلى جيل يزدهر بالرقمنة ويعيش رفاهيتها في التعليم والتعلم والبحث العلمي والحوكمة وكذا خلق مناصب شغل نرافق الطلبة حتى نجعل منهم جيل الرقمنة من خلال المقاولتية ومن خلال الابتكار المؤدي حتماً إلى إنشاء مؤسسات ناشئة تخلق الثروة وتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وضمن هذا الهدف تخصصة جديدة ستتدعم بها الجامعة لفائدة الطلبة نامعة تمكين الطلبة من المواد مثل الذكاء الاصطناعي الروبوتيك بيك داتا كلاود إلى غير ذلك من التخصصات التي تجعل من الطالب متمكن طالب رائد أعمال خالق لمؤسسات ناشئة ومساهمة في التنمية الاقتصادية هي استراتيجية جديدة تعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجعل الجامعة الجزائرية راسية في مجتمعها ومساهمة في الاقتصاد الوطني